بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في قناة تفسير أحلام ورقية الشرعية النهاردة هنتكلم وبعض عن رؤية المكتبة لما يشوف الرأي نفسه أنه هو داخل مكتبة أو أنه يمتلك مكتبة هنعرف أهم التفسيرات المتعلقة بيها أولاً المكتبة لو الشخص لسه بيدرس أو طالب علم فمن الرؤية اللي بتدل على نجاحه وعلى تفوقه المكتبة كمان من الرموز اللي بتدل على الحكمة وعلى القوة للرأي رؤية المكتبة من لما يشوف أنه هو بيمتلك مكتبة فده تحقيق تموه تحقيق أمنيات ويمكن سعي الرأي في أنه هو يوصل لمستوى أو لحياة أفضل رؤية المكتبة كمان بشارة بوصوله لمكانة أو لمنصب أو لسلطة أما لما يشوف المكتبة غير نظيفة أو يشوفها انها مليانة بالأدريس في الأسف من الرأي اللي بتدل على مشاكل أو صعوبة أو عدم قدرة الرأي لتحقيق هدف أو لتحقيق طموح كمان لما يشوف أن المكتبة مليانة بالقدب فهو برضو ده الرزق وكمان حظ سعيد للرأي المكتبة من الرموز اللي بتدل على الراحة وعلى الأمن وعلى السكينة التجول في المكتبة من الرموز اللي بتدل على سعي الرأي دايما لتحقيقه هدف أو تحقيقه طموح أو زيادة علم ومعرفة ليه لما يشوف أنه أخذ كتاب من المكتبة فدي برضو رفعة وعلىه شأنه كمان سلطة المكتبة كمان اللي مليانة غبار أو الأوراق بتاعتها صفرة أحيان بدل على أنه شخص يعني ما عندوش طموح كفاية كمان الكتب أو ترتيب الكتب في المكتبة من الرأي اللي بتدل على ترتيب أولويات الرأي وترتيب حياته مرة تانية اشتركوا في القناة